خلينا ننقل بقى للفطار ايه العناصر برضه او الحاجات المفروض لازم تبقى موجودة في وجبة الفطار للطفل الصايم طفل الصايم لما هيقعد على الفطار اول حاجة بيجي بيحصل لها ايه هو مش عارف ايه فرق بين احساس الجوع والعطش فليدرف كله وراء فاول حاجة هيعملها هيشرب فالاطفال بيحبوا اشتابوا الحاجات المسكرة قوي جدا فالمفروض ان احنا نقلل الحاجات المسكرة الموجودة على الترابيزة فيفضل ان احنا نقوله نعلمه العادة السنة النبوة بتقول ايه انك بتاخد ثلاثة طمر مع مية ما بيحبش الطمر نضرب له اللبن بالطمر في الخلاط ونضربهول ما بيحبش الكلام ده يشرب عصير فريش يبقى عندنا ثلاثة اختيارات نكسر بهم سيامنا بالطفل ياما ثلاثة طمر مع مية وده احسن حاجة عشان دي هترفع له السكر الدم بسرعة فلو عنده احساس الهبوط مش هيروح بسرعة او ناخد الطمر باللبن لو ما بيحبش الطمر بسرعة طبيعية تماما لو ما بيحبش الكلام ده ياخد عصير فريش يبقى ده ابتدى قسر سيامه بطريقة دي المفروض ان انا بحط له في الاكل في الصفرة الوجبة الغذائية الطبق بتاعه يعني هعتبر ان الطبق بتاعه كبير كده او انا عايز من الفطار او عايز من رمضان بالنسبة لطفل طفل ده وزنه كويس ولا وزنه كتير ولا وزنه نحيف لا انا بتكلم على الوزن الكويس والنمو المعتدل فالطبق هنقسمه الاربعة تمام نص الطبق هيحتوي على بروتين وكاربوهيدريتس يعني ايه بروتين وكاربوهيدريتس يعني لحمة او فراخ او سمك تمام زائد رزة او بطاطس او مكارونا او عيش ده نص الطبق حل النص التاني اخضر وصلطة يعني الربع يعني فيه الربع نص ربع بروتين ربع كاربوهيدريتس ونص بحيل وخضر لا الربع اخضر هنخلىها الربع اخضر لان طفلة بقى عشان والربع التالت ده يبقى فيه الحلو اللي هو محتاجه يكله اي حاجة حلوة